ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حيث جاء تدشين المنصة تحقيقا لتطلعات الحكومة الموقرة والتزاما من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأداء رسالتها الوطنية وضمان مواكبتها لمتطلبات المرحلة الراهنة سعيا لدعم مسيرة التنمية والازدهار في كافة القطاعات الرئيسية في مملكة البحرين تتميز المنصة المحدثة بأنها توفر ميزة تصنيف البيانات والبحث من خلال واجهة الويب باستخدام واجهة برمجة التطبيقات وتتيح كذلك إمكانية البحث عن البيانات الوصفية ذات الصلة وتجميعها وتصنيفها بشكل أهني وتوفير ميزة معينة البيانات في الوضع التفاعلي والتعامل مع البيانات الجغرافية المكانية وتوفير خرائط تفاعلية لمملكة البحرين مدعومة بالبيانات المكانية كما أن من مميزات المنصة توفير خاصية تعقب التغيرات في مجموعة بيانات وذلك لتحديد أكثر البيانات استخداما والإضافات الجديدة للبيانات وتاريخ تحديثها مع إمكانية فرز البيانات وغير ذلك من المميزات الحديثة والمتطورة التي تسهم في تعظيم الفائدة من هذه المنصة أبرز أهداف المنصة المحدثة هو توفير قاعدة من البيانات الحكومية المفتوحة والمتكاملة وتعزيز مستوى الشفافية والتشجيع على المشاركة الإلكترونية وتحفيز الإبداع ونشر البيانات الحكومية لتمكن أصحاب القرار والمستثمرين والباحثين والمواطنين من الاطلاع عليها واستخدامها والاستفادة منها وخصائصها وتوفير بيانات متاحة ومحدثة وشاملة دون تمييز من قبل أكبر عدد من الجهات الحكومية في المملكة إضافة إلى توفير البيانات الحكومية دون مقابل للجميع وتوفير البيانات ضمن قالب قابل للقراءة مما يسهم في عملية التنمية والابتكار بشكل شامل في مملكة البحرين مما يغلق ، لنتعلك الأمام اشتركوا في القناة